السلام عليكم معكم معلم الخلوط برانسه من الطيبه اليوم رح نحكي عن مبنى القلب الدوره الدمويه في جسم الانسان اليوم ماذا سنتعلم اليوم رح نحكي عن مبنى القلب ملائمه المبنى للوظيفه رح نحكي عن مصار الدم في الدوره الدمويه الكبره قبل نبدات نعمل هيك فعاليه الزغيره خذوا اسبعين من اصابعكم حطونا على القسم الداخلي لكافه اليد تحت الابهام هتو هناك شو بنا نعمل ننقيس النبض نبض القلب بنا نعد عدد النبضات القلب خلال دقيقه اذا القلب القلب هو مدخه وضخ الدم لكل انحاء الجسم بمستوى سبعين نبضه في الدقيقه اذا قبل عملته التمرين بالمعدل سبعين نبضه في الدقيقه هو عضو عضله مرن وزنه تقريبا من واحد لاثنين بالمئه من وزن جسم الانسان هو موجود كيف ما تشايفين بفراغ الكفص الصدري ومحمي اضلاع الكفص الصدري القلب هو عضو من اعضاء اللي هنا في جهاز النقر هو مسؤول عن توزيع المواد المحموله بالدم بشكل دوري وباتجاه واحد فقط من القلب لاعضاء الجسم ومن اعضاء الجسم الى القلب السؤال ما نسأله ليش احنا محتاجين لهذا المضخه اللي هي القلب ليش محتاجين المضخه اللي تضخ الدم الجواب هو احنا بنا الدم يوصل لكل خلايا الجسم بوقت سريع بهاي السبب الاول احنا بنا قلب عشان الدم يوصل لكل خلايا الجسم سريع وكمان مشان نقدر نتغلب على قوة الجاذبية كيف الدم بده يطلع لفوق يوصل للخلايا اللي موجوده في الرأس فاحنا بحاجه لما دخل لتوصل للخلايا اللي موجوده لاعلى يطلع لفوق ويتغلب على قوة الجاذبية ويوصل للعضاء اللي موجوده لفوق اوكي تعال نتذكر مصار الدم كيف الدم بسري من القلب للقوعي الدمويه وكيف برجع للقلب اذا المصار هو من القلب لشرايين شعيرات دمويه للوريد تعال نتطلع هان على هذا الرسمه نشرحه ونفهم بالزبط كيف مصار الدم وتباوى دول الموان مع الخلايا اذا الدم بمر في الرئتين هنا من الرئتين بتتم عملية تبادل غازات بين الدم وبين الشعيرات الدمويه وبين شعيرات الدمويه حويصلات الرئه هان بتتم عملية تبادل نواد بعده من الشعيرات الدمويه بمر دم غني بالاكسجين الى الشرايين من الشرايين للقلب ومن القلب لكل خلايا الجسم اللون هذا اللي بالاحمر بس عشان يبين انه هنا عندي دم غني بالاكسجين اللون اللي شوي بميلا الازرق هو الدم فقير بالاكسجين وغني بثاني اكسيد الكربون اذا نعم نطلع كمان مره هنا بتتم عملية تبادل غازات بين حويصلات الرئه وبين الشعيرات الدمويه بنتقل دم غني بالاكسجين من حويصلات الرئه الى الشعيرات الدمويه وبين الشعيرات الدمويه الى الشريان ومن الشريان الى القلب كنا تعريف الشريان هنا اسمه وريد الرئوي احنا رح نحكي عنه لقدام عندي منتقل الدم غني بالاكسوجين الى القلب ومن القلب منتقل بالشرايين الى الى كل خلايا الجسم هاي شرايين اللي هي خارج من القلب لكل خلايا الجسم في جسم الانسان بتتم عملية تبادل مواد بين الخلايا وبين الشعيرات الدموية بتوصل للشعيرات الدموية تلاقي ثاني اكسيد الكربون والفضلات ومن هناك بترجع عن طريق الوريد الى الدم احنا كنا تعريف الوريد كمان مره بنذكر تعريف الشريان هو كل وعاء دموي خارج من القلب هاي اسمه شريان والوريد كل وعاء دموي اللي هو راجع للقلب اذا عن طريق الوريد برجع كمان مره دم غني بثاني اكسيد الكربون الى القلب وبعدها من القلب الى الرئتين وهناك كمان مره بتتم عملية تبادل الغازات بين الشعيرات الدموية وبين حواصلات الرئة تمام اذا في هنا مصطلحين دورة دموية الصغرى ودورة دموية الكبرى الدورة الدموية الصغرى هي بين القلب والرئتين ثم قلب الكبرى بين قلب وجسم قلب اخر مره اذا الدورة الدموية الصغرى هي بين الرئتين وبين القلب كيف انتو شايفين هنا هاي المرحلة هان الدوره دمويه الصغره هي بين الرئتين والقلب والدوره الدمويه الكبره هي بين القلب وكل خلايا الجسم لدينا دوره دمويه صغره وعندنا دوره دمويه اللي هي الكبره تماما نكمل اوكي عندكم هانا جمال بتكتبولي اذا هي صح او خطأ بالنسبه لدوره دمويه الصغره ودوره دمويه الكبره من مره منذكركم هنا عنا المبنى القلب دوره دمويه صغره هي بين الرئتين وبين القلب دوره دمويه كبره بين القلب وكل خلايا الجسم وزي ما انتو شايفين حكيين قبل شويه اللون الاحمر هو دام غني الاحمر هو هاهه ب unconscious الابد �guEND ولون الثانه هنرق بال ازرق دم غني اي هي الخليدي اى الكربون اذا BUT نتنابه كبير رح نحكي عن مبني القلب ولكن utanبه القلب فيه جهتين جهه كلها بالاحمر جهه كلها غنيه الاكسوجين والجهه الثانه هي غانية بثاني اكسيد الكربون هذي الجهه بنسميها هي الجهه اليسره للقلب هي الجهه اليسره للقلب وهي الجهه اليمنى للقلب بعد ما استحكينا عن الدوره الدمويه الكبره ودوره الدمويه الصغره وشويه عن القلب راح اعطيكم دقيقتين تحلوا هذا التمرين تكتبوا اذا الجمله صحيحه او جمله خطه تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الدوره الدمويه الكبره يمر الاكسجين من الشعيرات الدمويه الى خلايا الجسم عشان نجاوب تعال نرجع كمان مره للرسمه ونشوف في الدوره الدمويه الكبره يمر الاكسجين من الشعيرات الدمويه الى خلايا الجسم شو رايكم هي الدوره الدمويه الكبره هي بين كل Beam قل بك يعني كل خلايا الجسم صحيح بين الشعيرات الدمويه وبين خلايا الجسم اذا في الدوره الدمويه الكبره هذه الجمله صحيحه الدوره الدمويه الصغره بين القلب وبين الجزء العلوي الجسم الصغره بين القلب وبين الجزء العلوي للجسم لا هي بين القلب وبين الرئتين اذا هذا الجملة غير صحيح هي ليست بين الجزء العلوي هي بين القلب وبين الرئتين ان هذه الجملة هي خطر الدم الذي يمر في الجزء الايمن للقلب غني بالاكسجين تعال نرجع كمان مره هنا عن رسمه حكينا القلب هو مكسوم الى قسمين الجهه هذه من قولها احنا الجهى اليسرى رغم انها موجوده على يميننا بس نحن نعتبرها هي الجهه اليسرى للقلب والجهى اليمنى هى الفقيره الى اوقسجين الى منứngifornium وهى دم الذي يمر في الجزء الايمن للقلب ظنضمني خطى في الجزء الايمن هي في الجزء الايصر الغني بالاكسجين اوكي في الدوره الدمويه الصغره ينتقل اكسجين من حويصلات الرئه الى الشعيرات الدمويه في الدوره الدمويه الصغره ينتقل الاكسجين من حويصلات الرئه الى الشعيرات الدمويه اش رايكم نعم صحيح احنا حكينا الدوره الدمويه الصغره هي بين الرئتين وبين القلب اذا بنتقل من حويصلات الرئه للشعيرات الدمويه بعدها الى القلب اذا الدوره الدمويه الصغره نعم هذه الجمله هي صحيحه تمام احنا شوي رح نطلع استراحه عشر دقائق ونرجع بعدها نحكي عن مبنى القلب. اشتركوا في القناة 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 من قناة اشتركوا في القناة قناة الجهة والجهة بين البطين ايمن اشتركوا في القناة الجهة من قناة بطلع القناة اشتركوا في القناة بطلع من قناة ايمن اشتركوا في القناة بطلع الكربون اشتركوا في القناة 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 اتركوا في عملية لأننا في عملية انقباض ل القلب وبعدها في عنا انبساط للكلب لما في عندي القلب بسط تعتم كواطر بنزل الضغط الدم بكون اكل فبدخل الدم على دم غنب الاكسجين للقلب في عملية انقباض القلب لما القلب لحنا شوي منعيده كمان مره لما في عندي عملية كنا انبساط وانقباض لما الدم بينبسط القلب بينبسط بفتح الصمامات وبدخل دم غنب الاكسجين عملية الانقباض كيف ما انتو بتشايفين هاي العضله عملية الانقباض القلب وقتها تضغط في داخل القلب بعلا وبنتقل الدم من القلب لكل خلايا الجسم بطلع الدم من القلب قبل الخلايا الجسم اوكي اذا بنكمل احكينا هون عن الدوره الدمويه الكبره والصغره هنا انا اه تخطيت هذه المرحله كان بهم لتفهمو انه مبنى القلب اذا كل اه كل عضو في الجسم الانسان فيه له ملائمة بين مبنى لبين وظيفته تعالوا نشوف مع بعض شو الملائمة المبنى القلب لوظيفته كيف المبنى هذا القلب بساعد على انه يقوم بوظيفته اللي هي النقل وضخ الدم لكل خلايا الجسم وبالعكس اول اشي في عنا فصل تام بواسطه حاجز بين الجانب الايمن والجانب الايسر طلعوا حكينا فيه هنا حاجز بينهن ليش هذا الحاجز موجود بين الجهه اليمنى وبين الجهه اليسرى للقلب نعم صحيح اذا هو لمنع اختلاط الدم الغني بالاكسجين مع دم فقير بالاكسجين وغني بثاني اكسيد الكربون السؤال الثاني جدار البطين الايسر هو اسمك ليش جدار البطين الايسر هاي البطين الايسر ليش الجدار عنده اسمك من البطين الايمن عشان نعرف نجاوب تعال نعرف نفهم وين ما صار الدم في البطين كنهو من البطين رح يكون لكل خلايا الجسم عشان يقدر يستحمل هاي قوه الضغط لما القلب بينقبض وبعدها بده يضخ كل الدم لكل خلايا الجسم البطين بدي يستحمل قوه الضغط كبيره عشان هيك هو بيكون اسمك لانه بدي يضخ الدم لمسافه ابعد لكل الجسم الملائم الثالفه هي فيه صممات شو السبب انه بوجود صممات ليش موجود الصممات وكيف وجود الصممات بساعد القلب على القيام بوظيفته اولا عشان ايه ايه ضمان صريان الدم باتجاه واحد في القلب وجود الصممات احنا نرجع هين للرسمه كمان مره نشوف الصممات هين عندي صمم كنا بطيني ايه اوذيني بطيني هين كمان صمم اوذيني بطيني وجود الصممات بمنع رجوع الدم يعني بدي يجي هنا دم غني بالاقصدين لان نقول للقوذين الايصر بدي نتكلمين القوذين الايصر للبطين الايصر والصمام بسكر عشان ما يرجع الدم من هان لها هنا فرصا انو نحكي شغلي الكل بعرف كيف صوت نبض القلب فيه بكون صوت الاول كوي والصوت الثاني اكل حدا بعرف شو هذا الصوت اللي بنبض القلب لما منسمع نبض القلب اوكي الصوت هو صوت اغلاق الصممات الصوت الاول اللي منسمعه هو لما صمام بين الاذين والبطين بسكر الصوت الثاني اللي منسمعه هو بين البطين وبين الشريان ملاءم الثالثه هو وجود غشاء القلب فيه غشاء محيط فيه عشان يحميه من الاصابات هاي احنا هيك حكينا عنه هان في عنا التمرين قدامكم فيه صوره بار كود اعملوا مسح لهذا البار كود اللي موجود واستمتعوا في اللعب في المشاركه في هذا اللعب اللي معنا نعطيكم خمس دكائق استراحه تشوفوا هذا التمرين وتستمتعوا في اللعب تفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكل الاتварة تحفظوا عندكم الموقع وتقوموا بعد الدرس في المشاركه بهذه الفعاليه بهذه اللعبه. طيب طلاب العزاء احنا رجعنا معكم كمان مره بتمنى قدرت تفوتوا على اللعبه وتشاركوا فيها اللي ما قدرش بقدر يعمل كمان مره مسح ويحفظ عنده الموقع وبعد الدرس يكمل ويدخل على هذه اللعبه ويلعب طيب اذا احنا حكينا القلب هو مدخه بنقل الغذاء والاكسجين لكل خلايا الجسم عشان تقوم بكل النشاطات وتقوم بكل العمليات الحياتيه طيب القلب كيف بتغذى من وين بحصل على غذاء اوكي اذا تطلعوا هنا حوالين القلب في عنا اوعيه بنسميها شرايين تاجيه هذه الشرايين التاجيه هذه الشرايين التاجيه بتطلع عليها هي اللي بتكون بتغذية القلب وشو بصير لما في مشكله عنا بالشرايين التاجيه بصير عنا نوبه قلبية لا سمح الله هايه النوبه القلبية هي بكون خلال او موت في خلايا التاجيه اللي هي محيطه للقلب بتطلعوا هنا عنا صوره بتبين لكم بالضبط عنا هنا خلايا اللي هي الشرايين التاجيه خلنا في هنا مقطع لشخص عنده نوبه قلبية صار عنده نوبه قلبية كيف بتصير هايه النوبه القلبية اذا بتطلع هنا على الرسمه بصير في هنا تضييق او ممكن يوصل لمرحه انسداد تضييق على هذه الشرايين التاجيه بطل في عندي هنا مروق دم يغذي عضله القلب شو السبب بوجود هذا التضييق منين بيجو هذا التضييق السبب هو تصلب الشرايين اللي هو من ترسبات مثل الدهون كولسترول على جدران هذه الشرايين هيك احنا طلاب الاعزاء خلصنا اليوم بتمنى انكم استمتعتوا معنا واستفدتوا كثير وإلى لقاء